تاني موضوع نتكلم فيه Vectors and Scalars بنقسم الكميات القياسية لنعين Scalar Quantity It is completely specified by a single value with a unit هي الكميات التي تحدث فقط بالمقدار ويكون لها وحدة محددة مثل Temperature درجة الحرارة Time Zaman Volume Density Work تاني نوع من الكميات بنسميه Vector Quantity أو الكميات المتجهة It is completely described by a number and unit plus direction وده اللي بيميز لي الكميات المتجهة عن الكميات القياسية يكون لها مقدار واتجاه أمثلة Velocity Acceleration التصارع Force قوة Torque Electric Field المجال الكهربي لأخذنا مثال يفرق اللي بين كمية قياسية وكمية متجهة هو الفرق بين Distance و Displacement لو عندي نقطة بداية A ونقطة نهاية B طول الطريق الداتش line اللي مشى خلاله الشخص أو الجسم ده بنسميه المسافة أو distance وده كمية قياسية وليس لها اتجاه إنما Displacement is a solid line from A to B طول الخط المستقيم الواصل من نقطة البداية إلى نقطة النهاية و Displacement بالطبع كمية متجهة المتجهة Vector Notation بنرمز على لأي كمية متجهة برمز ممكن يكون بعض الكتب أو المراجع بتستخدم bold line عشان نعبر عن المتجهة إنما عشان نعبر عن قيمة المتجهة فقط ممكن italic line وأحيانا بعض المراجع بتستعمل رمز وفوق علامة السهم ده بمسيلي الكميات المتجهة يبقى the magnitude of the vector has physical unit the magnitude of a vector is always a positive number قيمة المتجهة يكون لها وحدة ودايما تكون قيمة موجبة equality of two vectors بعض الخصائص بالنسبة المتجهات إم تقول المتجهين متساويين two vectors are equal if they have the same magnitude the same direction and the same type يبقى لازم يكون لهم نفس القيمة نفس الاتجاه ومن نفس النوع زي ما هو موضح في الرسم ما نفعش يأساوي متجه قوة بمتجه إزاحة if e equal b and they point along better lines all of the vectors shown are equal كل المتجهات اللي بينا في الرسم متجهات متساوية adding vectors أو جمع المتجهات when adding vectors the direction must be taken into account لازم نأخذ الاتجاه في عملية الجمع units must be the same لازم يكونوا لهم نفس الوحدات هينفعش أجمع متجهات مختلفة في عندي أكتر من طريقة لجمع المتجهات الـ graphical method ودي مش مقررة عليكم في المنهج والطريقة الثانية algebraic methods أو الطريقة الجبري بعض القواعد اللي تستخدم في جمع المتجهات when two vectors are added the sum is independent of the order of the addition لا يعتمد على ترتيب الجمع أو ببساطة أن a plus b equal b plus a زي ما هو موضح الجمع لو هجمع a plus b دي الطريقة البيانية بيكون الضلع الثالث اللي بيقفل المثلث ده بيمسيلي قيمة المتجه الناتق كأول محصلة الر بتساوي a plus b ممكن أرسمي الب الأول بعد ذلك a هيتطلع لي نفس القيمة اللي هو الوطر اللي بيقفل المثلث اللي هو قيمته بتساوي b زائد a ما زلنا في قواعد جمع المتجهات وين adding three or more vector ممكن أجمع ثلاث متجهات أو أكتر أيضا لا يعتمد على طريق الترتيب المتجهات ممكن أجمع a زائد b ثم بعد ذلك أجمع ليهم c ده المتجه اللي بيمسيلي a زائد b هضيف عليه c ينتج لي a زائد b plus c أو ممكن أعمل العكس أجمع الأول b plus c هينتج لمتجه b plus c بعد كده أضيف عليه a يطلع لي نفس القيمة زي ما احنا ملاحظين يبقى عملية التوزيع جايزة في جمع المتجهات negative of a vector القيمة السلبة للمتجه the negative of a vector is defined as the vector that when added to the original vector gives the resultant of zero يعني هو القيمة اللي لو جمعتها على المتجه الأصلي يديني الناتج zero the negative of the vector will have the same magnitude بكله نفس القيمة لكن الاتجاه المعاكس تماما بعض السيميوليشن بتمثلي جمع المتجهات في المثال الأول جمعت a زائد b أعطاني المتجه c ممكن أجمع بطريقة مختلفة ال b ثم ال a ديني نفس المتجه c c1 بتساوي c2 لو عندي أكتر من المتجه a زائد b أجمعهم الأول بعد كده بضيف لهم المتجه c تنتج المحصلة a زائد b plus c الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده لكن بنعمل له عملية سيميوليشن ممكن أجمع b زائد c الأول وأضيف عليهم المتجه الثالث اللي هو a ينتج لنفس القيمة